اشتركوا في القناة 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 هم الذين سيشرفون على المرحلة الانتقالية وهم الذين سينظمون الانتخابات ويعلنون النتائش وهذا الشيء غير مقبول اعتقادي من طرف الجزائريين والجزائريين قالوها بصوت واحد نريد منكم الذهب من فضلكم نريد منكم الرحيل لا نريدكم لا نريدكم تأطير المرحلة الانتقالية نريد حكومة وفاق وطني بالتشاور مع الطبقة السياسية التي يثق فيها الشعب وهناك كثير من أبناء الجزائر لعندهم التجربة والإمكانيات لتمرير هذه المرحلة الانتقالية بسهولة وبسلاسة والشعب يثق فيهم ويشكل حكومة مهمتها هي تصريف الشأن العام وتنظيم هذه الانتخابات إذن إذا نفس رموز النظام ليفسد البلاد لربما زور إرادة الشعب وخلى الشعب يرفض الذهاب إلى صنادق الاقتراع لأنه يعلم مسبقا منذ أكثر من عشرين سنة بأنه لا يمكن أن يرى نتائج تصويته في أي انتخابات لماذا؟ لأن الإخوة يقومون بتزويرها وهذا الشيء تعود ودأب عليه نظام سياسي في الجزائر على هذا نقول بأن هذا المقترح جاء متأخر جدا وبأن الجزائريين والجزائريات يريدون مرحلة انتقالية لرجال ونساء يستطيعون أن يثقوا فيهم بأنهم لا يمكنهم تزوير انتخاباتهم المستقبلية على هذه نتمنى لأن يبدو أن البعض لم يفهم رسالة الجزائريات والجزائريين جيدا وهؤلاء لهم من الوعي والإصرار لأنهم سيعملون وبطريقة سلمية على أن لا أحد سيستطيع الالتفات على إرادتهم وإرادتهم هي الذهاب لجمهورية ديمقراطية مصدر السلطة فيها هو الشعب الجزائري نتمنى أن الجزائريين والجزائريات يعني مدركين لأن تطبيق المادة 102 هي نوع من الإجهاض للحراك السلمي اللي عرفته الجزائر منذ 22 فبراير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر